تعالي تعالي يا ماما دخولي تعالي دخل يا ابني بس على مهلي بس الدنيا حر والواحد مش طيق نفسه ايه ده حماتي انت جبتها حماتي معاك وانت جاي حبيبي اه اه جبتها معايا درجات بعد ايه بعد ما عملت حيلي عليها بقالي اكتر من ساعة انت عارفني يا ابني ما بحبش اسيب بيتي بحب اقعد في بيتي كده هو واللي عايزني يجيني لكن انا ما حبش اروح عند حد ولا تقل على حال انت بتقولي ايه بس يا ماما البيت بيتي تجي براحتك وتعود براحتك وتقل يا سيتي براحتك طب مش كنت عرفتني يا حبيبي من بدري عشان كنت اعمل كده اكل وعمل اكل بزيادة يعني مش مهم يا حبيب تلاكل المهم بس لللمة والقعدة الحلوة كده لكن لأكل والله العظيم البطن ما بتشتكي من حاجة لا 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 من ناحية دي ما تشليش هم ام بتاكل اي حاجة وبتدقش يعني في الاتل بقولك اي حبيبي طبعما هقعد معاكو بقى من هنا لما الاخر العيد يبقى بقى تقولي بقى ايه معاك لسا قد ايه من المرتب عشان اعرفكو بقى نصرف ايه ونعمل ايه ونجيب ايه كده يعني ما تلاقيش حاجة مرتب مدبقة الدنيا عنه ومشيها الدنيا وهي بتشتري حاجة اليوم بيومه يعني لا يا ابني خلاص بقى طالما انا جيت وقعدت في البيت يبقى انا هنا اجبرت البيت وانا اللي امسك المصروف وانا لقول نصرف ايه ونجيب ايه ونعمل ايه الدنيا بقيت المرتب اللي بقى معاك وأنا هلمشه به الدنيا هنا أنا باشتري يا حاماتي الحاجة وأنا بجيب الحاجة وهو الداني المرتب بتاعه وأنا اللي امشي البيت وعامة يعني نحن لسه في أول شهر والحاجة لسه المرتب يعمل لسه بخير اللسه الحاجة تباشتريها اليوم بيومه خلانك انت بس قاعدة كده معنا وهتلاقي كل حاجة قدامك وكل حاجة جاهزة لا 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 ده بص يا ابني عمل Farin الأول كده عشان ما حسش ان انا اتقلع على حده وان انا غريبة انا لازم اصرف كده وطلع الفلس من ايدي يطلع من البك بتاعي كده اهو واصرفه لكن تقولي بقى مراتك هي اللي تمشي البيت مراتك مش يجب تمشي البيت بخلاصي خار اوحني بيتي طرامة مراتك هي اللي هتمشي البيت لكن انا طرامة جيت وجبتني في بيتك يبقى تديني المراتة وانا لمشي البيت هنا خلاصي حد طرامة ده هيريحك ويرضيك مش مشكلة هاتيا سمح بقية الفلوس اللي معاك ويدها الماما اي ريحني معلش يا ابني الاول هو شهرت واخره نور انا محب شهرت في مكان واتلاقى حد هو العمال نصرف ويجيب الحاجة لكن انا انا ماشي البيت بقى انا ماشي البيت ونقول نجيب ايه ونصرف ايه ونعمل ايه وما تقلقش يا ولا هدبقلك الدنيا ووفرلك كمان فلوس انت عارف امك يلا اهاتي الفلوس بقى يا بنت اللي بقى معاك بتاعت الشهر اندخل افرد ظهر جوا شوية في القاض هو ايه اللي مامتك بتقوله ده وانت عملت لي اديها الفلوس اديها الفلوس هو ده مش بيتي ولا ايه هو انا اللي راح اضيفها عندها ولا هي الجاية ضيفها عندي في البيت اما عالش يا ستة سماح اديها الفلوس الوقتي يا ستة خليها تماشي الدنيا اللي اليوم اللي هي اتعودهم دول وخلاص بقى اخلا انا رايح الدماغلة من واجع القلب ده مش واجع القلب ده انت اللي جيبته بنفسك وفرحان لي قوي وانت جاي وجايبها وانا جايب ماما تقعد معنا لما للعيد وبعد العيد اشرب بقى يا اخوي انا عارف انا جبت واجع الدماغ لنفسي كنت قاعد مرتاح وكنت بروح ازورها وخلاص بقولك ايه اوعى تنسى الرنجة وانت جاي اه اللي هي السيمينة دي اللي ما بحبش يفاها بطروخ انا هجيب انا الفسيخ وانت تجيب الرنجة اه وما تتأخريش عشان منرحة كنا نقعد مع بعض ونقض اليوم كله كده مع ماما وبابا هناك ماشي؟ طيب خلاص هم هيجيبوا اللمون بقى يلا مع السلامة مع السلامة خلص تليفونك ياختي وخلص الضحك واللهههق واللهههق هحمتي طب مش تقولي اول صباح الخير بس كده ولا حاجة صباح الخير ايه ياختي الساعة تلاتة الظهر يا ماما انت رسا صح يا ياختي وعماتي السيري وتتكلمي زي ما يكونوا قدامك وقت قد كده حضرتك مش خط المصروف وقلت انت لحضرتك هتجيبه وتعملي كل حاجة اه خلاص بقى انا ارتاح بقى اليومين دول وحضرك انزل الشتري اللي انت عايزة ومعاك المصروف وقلت كل اللي نفسك فيه نعم نعم انت مفكر ان انا هنزل اشتري حاجة بتاعت الاك انا هديك الفلوس من معايا وانت تنزل تشتري وتجي زي الشطرة كيها تدخل المطبخ تطبخها على طول الاك انت بتقول ايه لا انا مش نازل اشتري حاجة خلاص حضرتك خدت الفلوس وقلت انا اللي همشي البيت اتفضلي بقى ماشي البيت لان ما انت عايز وابنك كان موجود وانت اللي قلت الكلام ده انا مش نازل اشتري حاجة ومش طبخة حاجة خلاص طرى ما انت شدت البيت وانت لها الدباق واتدبري خلاص بقى اشيل الليلة كلها وانت مفكرة يا اخت انا انا فيها صحة ادخل المطبخ وعد اطبخلك انت وعيالك وجوزك لا ان شاء الله لا يا صحيت في الشرع يا اخت ولا يا صحيت ما انا يا اما يا اخت طبخت وقفت في المطبخ وعملت الولاد وكان بيجيب له ضيوف وناس كنت اطبخوا اكل قد كده ولا كنت عمر اشتكي ولا حاجة بس انا خلاص يا اخت كبرت وابن جايبني هنا عشان اقعد كده واحط رجل على رجل وانت تخدميني وتعميني كل حاجة خاصة بي ليه ان شاء الله حد كان قالك ان انا كنت جاي اخدمها هنا في البيت اعمل كل حاجة الخاصة بيك لا ان شاء الله عشان اي يعني تكونوا كسرين عيني ولا حاجة انا مش واحدة بالي عن اذنك انا راح اتوضع واصلي ماشي يا ست سماح بقيت مش عاجبك ياختي عشان خدت الفلوس انا وهو انا هلقدكم الفلوس تجيبوا الاكل والشرب ماشي يا ست سماح هقضيها النهاردة وهجيب اكل جاهز من الفلوس اللي معاي ماشي وانت بقى بتخططي ان انت تروح اول يوم العيد عن دمك وتتجمع مع اخواتك هناك ومن يجيب في السيخ ومن يجيب رنجة انا سمعت كل حاجة والله والله لفشي الهالك انت جيت يا ابني ايو يا ماما لسا جاي حال انا اهو ايه اخبارك ايه وعمل ايه هتطبخلنا ايه النهاردة لا انا جبتلك بقى النهاردة اكل جاهز هيعجبك قوي من مطعم كده جنب البيت عندي انما بيعمل شوية فراخمة شوية انما ايه تحفظ طيب ماشي اي حاج ماشي يا حاج بس بقولك ايه حبيب انت عارف ان انت جبتني عندك انا وجبتني بعد والله عاني انا مكنتش عايز اجوة ولا عايز اسيب بيتي بس لجيت مخصوص عشان ما تزعلش ربنا خليك ليها حاجة نحلمش منك ابدا شايفة شايفة البيت منور بوجودك ازاي اه بس انت عارف يا حبيبي ان انا بلم اخواتك عندي في اول يوم العيد اه لازم اجيب في سيخ ورنجة وسردين مملح وبصل ولمون وخاص والعيش ونأكل كلنا مع بعض فبما اني بقى قعد عندك في البيت فاتصل انت بقى ايه بخواتك واعزمهم عندك هنا في البيت معلش يا حاجة او انا عزمتهم اول يوم رمضان ولمتل لما عندي وكل حاجة بس انا ممعايش انا سيولة يعني اجيب الفسيخ والرنجة والحاجات دي كلها كتير اوى علي وانت عارف المرتب في ايدك اهوة ما عادش بقى فيه الا حاجة بسيطة اجيب منين اخسى عليك مش عايز تعزم اخواتك ده انت الراجل بتاعهم ده هم تلت بنات هم يعني عشرة دول تلاتة هم اه تلات بس بجوازاتهم بعيالهم ما شاء الله فقل الاربعتاشر نفر يا حاجة اجيب منين اكل الناس دي كلها ما معايش انا هاتحك عليكي يعني اتصل باخوتك الوقت اعرفهم ان انت متاش عايز تعزمهم عندك في بيتك اقولهم اخوكو الراجل الحيلة اللي لينا في الدنيا سندنا اقوله يعزمكو يقول لي لا ما معايش فلوس اعزمهم معلش يا حاجة انا متحكتش عليك انا ما معايش فلوس وبقيت الفلوس اللي بقية معاك على يدك اهو يا دوب الفلوس اللي بقين معاك هاجيب ايه ده على العزومة زي دي اللي انت عايزها ديت مش اقلي من الفين جنيه اجيب منين انا اكل الناس دي كلها لا معلش يا حاجة انا اسف يعني اخر كلامك يا ابني ما انتاش هتعزم اخوتك البنات في اول يوم العيد لا يا حاجة ما معايش اعزم حد الصراحة خلاص انا هون مالبس وامش واروح بيتي بيتي اولبية واولادي اللي بيستنون عشان عزمهم اول يوم العيد هعزمهم برضو عند اول يوم العيد وبرحتك يا اخويا بقى خليك مع امراتك ما هتلاقيها محفظك يا اخويا وايلالك تقول ايه وتعمل ايه وانت ماشي وراها زي الهلهولة والله ما قلت له حاجة ولا كلمت في اي حاجة ولا يعرف اي حاجة اه ما انت رزم ياختي تقول الكلام ده او انت اصلا طيقاني من ساعة ما جيت وانا وقفلك في الزور كده اهو مش عاجبك مجيتي يا اختي انا ماشي او سايب بيتك وانا غضبانة ابي خليها تنفعك يا اخوي ما كنت راضتها يا سيدي وخلاص وعزمت اخوتك البنات وريحتها وريحتنا كلنا راضها ازاي بس ومنين ربنا عارفوه بالعقل مش كده اه يعني انا ادي النفس عشان خاطر استيلف عشان اعزم اخواتي على فسيخ ما محدش اقول كلام بالعقل كده يعني لا اله الا الله طب هي الوقت مشت بقى زعلانة هتعمل ايه يومين كده بروح اراضيها وخلاص هي ما قولها كلمتين كده هتتراض طب بقولك ايه راضيها وتغد انت معهم اول يوم العيد وانا هروح اكل مع اخواتي ماشي مش مشكلة هي تنبسط لما تلاينا قاعد معاه وخصان انتو الاثنين كده اشاكلكم مانتوش صايق بعض اليومين دول خليك عند ممتك وانا خلينا عندهم انا والله انا عادي يعني بس انا بس استغربت اما هي خدت منك الفلوس يعني عشان خاطرها تصرف على البيت مع انها يعني جاي علينا بس عادي مش مشكلة اللي ريحها يا سيدي انا عارف انا عارف يوم بس لها شوية حاجات كده بداي بس مش مشكلة سيدي كبيرة برضو لازم نستحمل وانا بكرة ولا بعده هروح اراضيها وصالحا واتغدل معهم بقى اليوم ده ماشي يا حبيبي ماشي يا حبيبي ماشي ماشي